اهلا بكم مع خبراء الهبد في كل مكان وزمكان وزمان رمضان كريم كل سنة وانتو طيبين الحقيقة معروف ان شهر رمضان الشياطين فيه بتتسلسل وتتوقف عن الشيطانة المفروض الكذبين والناس اللي بتكسب او بتنصب او بتبيع اي حاجة تتوقف لكن الحقيقة انه في رمضان وغير رمضان قنوات الاخوان اللي كانت برا كانوا بيجذبوا وبيمرسوا الكذب بشكل دائم معتز وناصر وزوبع وابوبع ونوبع وغيره والكفيل بتاعهم ايمن اللي هو يعني المنتج في النهاية هو اللي بيديهم تعليمات يعملوا ايه وما يعملوش ايه من مدة كده صدر التعليمات ان هم هيخففوا قالولهم لا احنا مجمع انتم كنتوش مهنيين وكنتو بتكذبوا بتختروا حاجات مش موجودة فعدلوا نفسوك فقالوا فعل ان احنا كنا كذبين احنا هنبقى كويسين وهنغير طريقتنا مهم رجعه بعد جدا قالوا له ده مصر بتضغط علينا ونحن من اجل هذا مصر قالت ولا مهتمين بيك واساسا مهم رجعه تاني يجتموه يحردوه يعملوه سبع سنين كاملين الناس دي بيحردوا على الارهاب بيحردوا على القاتل بيشمتو في مصر اي حاجة تحصل كويسة هم ضدها رجعوا بعد التعليمات الممول يزد الحنين مالي الهوى على طريقة هلوشالبي قالوا لأ احنا هنوقف وهنبقى محترم انه كويسين وهنربع ايدنا وكده مهم الناس دي اللي طول الوقت بتفرح بالتفجيرات وبتحرض على القاتل وقتل الزباط وقتل المدنيين والتفجيرات واي حادثة بيشمتو فيها الناس دي بعد صدور تعليمات بلدية اسطنبول ان هم يلموا الفرشة ويمشوا شوية النصابين دول طلعوا بقى قالوا هنواصل النضال والكفاح من اجل بقى بقى هات العزازات نحن سوف نواجه اننا اصحاب رسالة اصحاب رسالة ايه انتو بتشتغلوا وبتحرضوا واجهزة مخابرات هي اللي بتوجهكم انت فين اصحاب الرسالة طبعا بيستخدموا بقى قرآن وبيانات قرآن والبيانات دي كل القاتل الاخوان علموا الناس كلهم ان هم استخدموا القرآن هم بيقتيلوا انه القاعدة النصرة سوريا والعراية اتخربوا بناس بتحفظ عندنا ناس كانوا بيعرفوا يقروا كويس ويقولوا ان هم حافظينهم كل ده زي القنوات بالزبط اللي قفلت دي بتوعة الكذابين والهبادين منظمات حقوق الارهاب اللي هو ايه زي القنوات الاسطنبولي دي انت خش منظمات هيومان رايتس اش عارف ايه يحرد بقى يقولك حولوا الارهابي نفسه انه مختفي قصريا ويعني غلبان مش لاقيها كله والحق مختفي قصريا هومان رايتس دي طلعت مئات التقارير وغيرها عن مختفين قصريا اتضح ان هم دواعش وموجودين في داعش مؤخرا واحدة اسمها نجلاء مختار قالوا اتقض عليها وحافظها للقرآن واعتقلت من مطال القرآن اتضح ان هي داعشية ومنتمية لتنظيم داعش ومعها تسعة وان هي قبل كده قالوا انها مختفة قصريا ما كانتش مختفة قصريا وطالعوا على حكم بالسجن انها بتقود منظمة داعشية مع انها معها جنسية امريكية وحاولت تتنازل عشان ما تتحكمش لكن صدر عليها قناة الجزيرة ومنظمة مسميها نفسها دعم النساء المختفيات نعم النساء الحافظات للقرآن وجزيرة عاملة منظمة هيتشي كوك دي جايبة الناس وجايبة انه يا جماعة دي وهي صايمة والناس صايمة دي داعشية وزيها في اوروبا في 8000 واحد اوروبا نفسها رفضت تاخدهم لانهم تمين تنظيم داعش وبيحردوا على قتل او بيتموا محاكمتهم هناك ووضعوهم في السجون وازن انه في امريكا نفسها الارهابيين بيتعاملوا معاهم ازاي وانا اجي اللي هي قبل كده توبعوا وعملوا مناضليين ويقولوا ان احنا سوف نناضل وانحن اصحاب رسالة ولا انتوا اصحاب رسالة انتوا ناس شغالين بالاجر عند ممول هنا او هناك وضابط بيديكوا تعليمات تنفذوها قالوكم النهاردة اشتموا مصر ماشي اشتموا غيلها ماشي يبقى انت بتتكلم على انك انت بتشتغل بتعليمات وضابط بيحركك وبيوقفك وبيفتح لك محطة وبيغيلك محطة متجيش بقى تعمل نفسك مناضل اه في ناس طبعا غلابة ومخضوعين بيكلوا من الكلام ده والهبد والكلام الفارغ اللي بقى له سنين شغاله مؤثرش طبعا لا في مصر ولا في غيره وسوف نقود الكفاح كفاح ايه الثورة ثورة ايه لالاخوان اللي ملاقى بالثورة ومن عشر الاخوان تلاتين يوم بقى منهم دول اصلا معشرين هم سنين وبقوا يكذبوا زيهم ويستخدموا الايات زيهم والاحاديث زيهم ونفس الايات والاحاديث اللي بيحردوا بيها على قتل الناس او غيره فرمضان المفروض الشهاتين بتتوقف لكن طبعا الاخوان ما بيتوقفوش عن الكذب هم وانصارهم ورجعين دلوقت يهبدوا ورجعين كمان جزيرة الحقيقة لا تتوب ولا تتوقف عن الهبد وفي نهار رمضان او في ليل رمضان يعني واحدة متهمة داعشية قتلت او شاركت في قتل او حردت على قتل والمحكمة حكمتها وحكمت عليها زي بالضبط السيدة سامية دي اللي كانت بتشرب الزباط فكر ده صمايت نار ومتصورة صوت وصورة وبعد كده تحولت الى نشطة ازاي المنظمات الووتش او القنوات او غيره بتتمول وبتدافع عن الارهاب والارهابيين ويحردوا ضد البلد وبعد كده يرجعوا يقولوا ان احنا مناضلين ونحن نقود الصور صورة ايه يا ابني انت متمول وهباد وكذاب وزكات الشياطين بتتوقف فالاخوان وازنابهم وقنواتهم ما بتوقفوش ولا هم مناضلين ولا هم يا حاجة دول ناس شغالين بالأجر لللي يدفع يهبدوله ويكذبوله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة